اشتركوا في القناة وقال لي ان فيه كبرى كانت بتتشمس على جسر عندهم داخل الارض الجسر دوت طالع عليه بوس اللي هو البوس الغاب طبعا البوس الغاب ده بيبقى فيه جدور كتيرة جدا تحت وليه جحور كتير تحت البوس ده قال لي ان هي دخلت في جحر من الجحور ديت واحنا حفرنا عليها شوية ولكن بعد كده اكتشفنا ان الجحر ماشي يمين وشمال فخفنا ان احنا نكمل وردمنا عليها زي ما هي فطبعا انا متوجه ليه في الطريق دلوقتي عشان نشوف ايه اللي موجود عندهم فدعوا دكم معانا ان ربنا يسطرها معانا وتابعوا معانا ان شاء الله بص جماعنا كده وصلت الارض وكده متوجه لحد النحية التانية طبعا هم على طريق في نص الارض ده ما كان يا جماعة زي ما حضرتكم شايفين ده كنا جبنا منه كبرى قبل كده لو تفتكروا من نفس الجحرين دول طبعا كانوا موصلين لبعد وجبنا منهم كبرى قبل كده ما كان معانا عم ابراهيم كنا طبعا على طول بنعد من الطريق ده وصل الارض كده عشان نروح له على السكة الناحية التانية طبعا المفروض ان الحاج علي مستنينا الناحية التانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عمونتوا بخير يا بتجالة عامل ايه يعني جاي يوم الوقفة وانا بدل ما نريح كده تيجي تتعبنى كده في التعب علي وليسة هنحفر امسك كده المسج ده ايه اللي حصل بقى حاج شرح ليه اللي حصل ابو حسام رمنا علي فجل فيه كوب رهية تورينا على استزعك فجيت لجانات لجانات قدام هنا في جدور بوكس تمام فحرنا على جد ما نقدره طب انت ما تصلتش عليها الاول اللي قبل ما طفل ما حاطفتنا رنين عليك يا انا اه ده الصبح كانت اللي فهم اقفوه الصبح اه فضلنا نفحرهم فاحنا بنفحرهم بجا بدون علم فتعبنا وصيام فبقى لجيت اني معك هسرهم فقلت لهم ايه خلاص ويتمجفل عليها طب ويعني انت لو حفرت ولقيتها علي كنت هتعمل ايه عليك اه ما انت برضو كنت هتسيبها تجري هتلدغك يا اتماوتك كما توكوش نبي لما حاجة احتاني لما يبقى حاجة كده تسد عليها وترن عليها ايا بقى تسد عليها تقعد ايوم ثم يبقى لها مخرج تاني يبقى ايها ونصيبه لكن انت متعرضش نفسك متعرضش نفسك لالخطر باللي عليك ان الموضوع برضو مش سهل وليومندول كبر خلي بالك سخنا اليومندو لان الجو بتادي طبعا يحرر. اه طبعا ايه. فالجو يومندو لا صعب. هو ده خط البوص? هو ده خط البوص موجودة مش هاي. بس بقى اه. بس بقى ايه ده شكلها ليلة حلوة. اه اه. ده المكان اه ملغم. طبعا جدول البوص ده يا جماعة من اكتر الاماكن في الدنيا صعوبة في الشغل. وخصوصا في الحفر لما يكون كوبرا داخل فيها او حاجة. لا لا اتراب احسن يعني. بيبقى الموضوع صعب جدا لان كلها بتبقى عبارة عن انفاء في بعضها وكلها دخلت في بعضها. فدعواتكم معانا بقى. انضاء المستعان. هنا. بسم الله. في مدخل هنا كده? اه. ومدخل هنا كده. في كتمت حطت حجر هنا وكتمت. نشوف كده لما ممكن تكون طلعت. ايه? مصطحة دي ما كانتش. ما فيش اي علامة. هي المشكلة بقى انت عارف انا خاف من ايه? اه. نمسك كده هرا حابص من ناحية التانية. انا خاف لكل دي اتطلع للناحية التانية. ده ما فيش. خليك واقف على البقاء. ده الحجر اللي انت حطه? اه. انت عارف احنا هنحمل ايه بقى? اه. احنا هنقطع عليها بطريق. لحيس ان احنا لو هي قدام شوية ما هتتعدناش في الايه? في الفحر. اه. فحر. ذات رجليك. اه. في الجنب التاني. اقوم بتوني الحفرة تاني هنا. بتحت رجليك. اه. في جنب التاني. ترجمة نانسي قنقر 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 يا موسيقى غريبا في الجنب الثاني تعال هنا يا بشا هادي دماغ هاي قتل المسك من عندك كده قلت يا حسين المسك لا لا انا مش عارف انا كده عكفي الشمس ولا انا كده عكفي الشمس ولا اين 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 بصني ان الح تاني بص راح سيدي بص احسين بص ان الح تاني عنك اختبت ولا ايه? اه. مطور. لا مش مطور. لا لا بس هو اجبحت. ايه. 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 اخيرا. ايه. 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 هل هي انتهاية او الا? حسنا. ايه. انتاعي انتهاية دي. بتليف على فكرة هي شكلها اصل ليها طالعة هناك مم طويل احنا بمسك ايوه من الوقت احنا نشتغل الوقت احلي بارك والله عليك اريش بجاية فين اهلا احيات اي ايوه انا معش ايوه انا احيات يا رجع الثاني يا رجع الثاني يا صلاة النبي ده حلو يا عمي ده عالي عندنا عالي هنا عالي خليك من بعيد بس بسم الله ده ده حاجة حلوة خالص اي ده حاجة زوى باية ده حاجة اخي مع ان الجو حر يبقى هيا ملحقتش بقى انها تاخد ايه ملحقتش تاخد الشمس بتاعك اه ده حاجة ده حاجة ده حاجة ده حاجة ده حاجة ده حاجة الحاجة وحسامه هو اللي شاف الكوبرة ديت واتصل طبعا على العالي وعلى عادي يرين عليها كتير ولكن طبعا كان سبح التليفون كان غير متاح فعشان كده حفر عليها ولما لقى الدنيا طبعا سحبة هو تصرف صح ان هو كده ايه مرضيش يكمل لان هي طبعا الحاجة عالي معانا معلش حسامه ممسك مكاننا علي كده الحاجة على جماعة دلوقتي بقى المتعاهد بتاع الكوبر مكان عام ابراهيم ومنطية 45 هنا كل الاراضي الموجودة هنا هو النهاردة طبعا احنا النهاردة الوقفة كل سنة وحضراتكم بخير واحنا لسه الصبح طبعا الساعة 11 واول اليوم كده يعني جيبنا اخر نقطة ما في جسمنا فهدعواتكم معانا ان ربنا يسطرها معانا فالحمد لله على كل شيء وربنا يسطرها معانا تعالى بقى نشوف الانياب بتاعتها دائما قرب هنا حسام بص يا جماعة بيبقى هنا في نابة اهو وطبعا الناحي التانية النابين هم يا جماعة النابين هم ظهرين جدا واضحين معك وهي طبعا طولها تقريبا حوالي متر واربعين او متر خمسة واربعين ولكن طبعا سامة جدا فهي ربنا يسطرها مع الجميع احنا نكمل برضو لفه في الارض النهاردة ان شاء الله يومنا بقى نقضي النهاردة عند الحاجة علي عشان لو في اي حاجة عنده هنمسكها له بإذن الله فهي دعواتكم معنا ان ربنا يسطرها معنا انا برضو هنبص تاني اللي ربما يكون في حاجة تانية اه ماليوم اندو لسه مستمتزاو اه ممكن يكونوا مع بعض فانت الايام دي ممكن تلاقي اثنين وثلاثة واربع كمان مع بعض اه نبص عامل زي المواسط تطورت انه اه بس كده خلاص كده انا نكمل مع التاني اه لا التاني ما انا جبته اخوه التاني اه 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 اه